انا كبرت في عين السبع في الحي الحي كبير في عين السبع ولكن في واحد تقريبا كيلومتر مربع كان فيه مغرب مصغر المسألة كانت حاسمة في التكوين دي الشخصية دي من الجانوب الشرقي دي المغرب من الريف من سوس من وسط المغرب البفاس يعني مغرب كله كان ممتلف هذا كل وكان واحد سياقة زوين يعني نحن ساكنين في حضار الفيلا والكاريان وكل شي حدا بعضياته وكل شي كلاب مع كل شي كل شي تيقرة مع كل شي مناطق دي المغرب كاملة وهذه مسألة كانت كما كتلك حاسمة في التكوين دي الشخصية ديالي إضافة للأسرة أسرة ديالي ولد والخوة الكبار بالخصوص كان عنده محدد وقع كبير على على التكوين ديالي وعلى على الشخصية ديالي موسيقى هي أسرة ديالي تتطورت يعني لأنها بدأت في الخمسينات وآخر ديالي أربما بدأت في الثمانينات ولا شي حاجة وكانت أسرها كانت شبه للأسر ديال داك الوقت الواليد كان عنده الواليد كان عنده وحد ما كانش كنا نعيش في حي بسيط ولكن ما كانش فقراء لحنا ولا الناس اللي كيعيشوا حدهنا إلى آخر ما كانش الفقر ما كانش الحربان ما كانش كنا عيشين مزيان الحمد لله كنا عيشين مزيان كان الواليد عنده وحد طوق إلى فن العيش هو أكتر منها مسألة مادية هي مسألة ثقافة في العيش لأن وحدك بالأجاني يشتغل معهم وصادق معهم وكانوا قراب منهم ومنا وكان عنده وحد بالإضافة لكون إنسان أصيل والله يعني منفاتح لأصناف ديال العيش مختلفة ربما هالمسألة نوعات شوية التكوين ديالنا والتربية ديالنا ومستوى الاجتماعي هو هذا كما كتلك الواليد يعني عصامي الواليد عصامي ولكن خود ديالي الكبار كان عندهم كان هما كان سميهم المستشارين البيداغوجيين ديال الواليد يعني في التربية دياله في الخود الصغار يعني كنا كثير كانوا هما يعني القاطرة التعليمية ديال الأسرة يعني كان واحد جو جو بلديرومي في الأسرة جو بشكل تلقائي برة أخرى الواليد من اللي كنت كان نقرأ كنت متميز في اللغة العربية كان عندي شوق أنني ندير الأدب العربي هذه حاجة اللي من بعد درت فونون تشكيلية لأقدارت شأت أنني درت فونون تشكيلية لأنني كنت كان نرسم بزيان الحلم ديالي كان هو نرسم بحل لابا غايفوتو من بعد درت المسرح درته قبل من فونون تشكيلية لأن الواليد وخوتي اكتشفوا أن كان واحد الملكة وكان واحد تشتت ديال الطاقة وباش قدوا هاد شي كله كان وخوتي كيقرأوا في المأهد كيقرأوا اللي كبر مني أخو يا الله رحمه كان كيقرأ في مدرسة فونون جميلة أقرأ الموسيقى الموسيقى كان شي حاجة عادية جدا في الدار عندنا الآلات الموسيقية وكذا من اللي دخلت المأهد أنا قرأت المسرح من بعد والذي تمدرسة فونون تشكيلها وموازاة قرأت الموسيقى تخصصت فألة دير الساكسوفون وقرأت الصوفيج إلى آخره ولكن هذا شي جاب بشكل تراكمي يعني ماشي كانوا شي صبق الإصرار وهذا جاب بشكل تراكمي لأنه كان عندي حس فني كان خصو يتطور في كل ميدان على حدة بالتقنية دياله بالدراسة دياله بالتكوين دياله كنت تكلم دابا مع التقنيين اللي كنت تسلم عليهم وكان شكرهم وقلت لهم أنا تقني في اللام ديالي في الروح ديالي أنا تقني يعني في التصوير متانا كتلقاني تنهضر في الصورة كان هضر في الإينارة كان هضر في الديكور وهد أنا درست التمثيل ولكن درت تكوين في الصينغرافية وصممت ديكورات ديال المصراحيات درت موسيقى تصويرها الأفلام ودرت تصوير هذا موسيقى ديال المصاحبة في المصراحيات درت الإينارة تكلفت بالملابس واحد بقتل قتل قتل كان كي أجمني تاريخ الملابس باقي ندرس تاريخ الملابس في المغرب ودخلت كاريبة وكان قرأ كان قرأ الباطرون وستيليزم واحد بقتل اللي ترسم الملابس ندير تصميم ديال الملابس ولكن سي كتصوب الحويج ديكال لبس أنا اللي ترسمها مصاب ليم الباطرون ويعني من لا غيجي حتى التمثيل قاع المهن كتكون الفورجة درتها كل هالمهن واحد وعشرين سنة وبالموازات مع التدريس ديال الفونتشكيلي كنت كنت ندرس كنت ندرس بشكل تطوعي المصرح في الحي المحمدي كان كنا لدينا واحد أتولي محترف كنت ندرس فيه المصرح كنت ندرس كنت ندرس كنت ندرس مشاريع مصرحية مع التلاميذ ومن خلالهم من خلال المشروع كنت ندره التكوين وكل واحد كنت ندر له التكوين على حسب الكبوات دياله ومشاكل التقنية دياله في التشخيص والمتطلبات دياله وهذا هو اللي ساعدني اليوم أنني كنت نشتغل مع المبتدئين مثلا مع الهوات مع المغمورين لأنني كنت نعرف المشاكل دياله التقنية كنت نشتغل مع بعض المبتدئين في أعمال السابقة دياله موسيقى أنا ما كنتش كنت نتابع هذه الصعوبات هذه المسألة لا أعرف كيف نفسرها يعني كان نموكين نمشي ثلاثة تسواء باش نوصل لشي موعيد ونقضر نشت الطوبيس نتسنا الطوبيس ساعتين ونقدر نديرسانه وانا كان نمشي عند وحد سيد للدار باش نتعلم جاز وانا وحد اسباني الي خدمت معه من بعد ونقدر ننطلب ندير كل شيء ولكن ما كان حش لا بالعياء لا بالعناء لا بالتأب لا بالقرف لأنه كانت عندي كيفاش نقول ليها كانت شغوف بلك الشيء اللي كان دير ما عفوش جوبت على السؤال ولكن ما كانش عندي الصعوبات كان ضمن الصعوبات ديال الفترة ديالي أنا كبرت في أحد مغرب راهيب من حيث التعبير من حيث الرفاهية العامة من حيث فهمت المكانش هذك الأمور اللي كان هنا الآن ولكن ما حسيتش بشي عنها غريب أنه مع ما حسيت بالحيرمان مثلا مع ما حسيت بالحيرمان كان دائما ذلك الشي اللي كان بغيه متاح وذلك الشي اللي كان بغي نديره متاح وكان ندخل في تحديات مشاريع كنسماها تحديات سلاش مشاريع كنقول مده بره سنين خسنين ولي نعزف جاز معداد ربعات السواع ديال اشتغال الالاء خصوصا المقامات الدراسة ديال المقامات والتمرجز على المقامات ديال ساكسوفون ألتو أربع سنين من بعد كنوصل لهذاك ديال كان نقول غادي نمشي نقرأ الفونو تشكيلية بغيت نرسم بحل أبا غاي فوتو ناس كي يقولون يا ما تتوكر شلو خبز هذاك الوبجيكتيف كان عندي تحديات مشاريع ومن بعد شنوت كيفاش كنا نصليهم المعاناة ولا السهولة ما حقيقي أنه تلاقيت ناس من جودة إنسانية عالية في الحياة ديالي هذه مسألة أنا كان أعتبر بأنه هو هذا كتعرف كل واحد تعطيه سيدي ربي شي نعمة كنظن أن النعمة الرئيسية التي أصبغها الله علي هو الناس الناس اللي تلاقيتهم كلي غير بتاسم فوجهك في واحد المرحلة معيالة كلي بشكل غير مباشير وراك أشنو مخصكش تدير شفتي واحد نموذج ديال نموذج للتجنب وأولهم هو الواليد اللي تلاقيت أولهم فهد الناس مزيانين هو الواليد والله ما تنطرح على رأسي هذا السؤال أنا كان عرف أنه تنعتم جميع النعوت من التي كنت ندير البارودية بوحدها قبل ما ندير فوكاها سلسلة درامية فوكاهية مثل الكوبل وكبور والحبيب قبل ما ندير هاد الصنف كانوا تقولوا أنا كي دير العباتية أو كي دير السوريالية كي دير واحد فوكاها شوية نخباوية لا يتوجه إلى الجامعة كان الناس بزاف الأغلبية ما كانوش كي بغير الفوكاها ديالي ولكن أنا دابا ربما من اللي تتكبور لهنا كين واحد قاعدة مشتركة بالأضواق المتنوعة في المغرب هذا اللي يعني أن كبور شخصية سادجة وشعبية رهي مجهة الإنسان الشعبي البسيط لغير المتعلم وهذا الكلام هذا هي شخصية خيالية فنية متقنة ومحبكة وهي تتوجه لجميع الفئات وهي تتجاوز هي كي هي كونية لأنها بحالة موجودين في المجتمعات الأخرى من اللي كنكون نكتب ما كنفكرش لمن غادي نتكلم كنقول له نكون غير صادق في المعالجة ديالي ندير واحد فكرة فنية وندير له معالجة غير متوقعة ولا متيرة ولكن ندير في هذك توابل ديال الإطارة أو ديال الإضحاك أو ديال المفاجأة أو ديال التعاطف يعني كندير في هذك توابل دياله اللي غادي تفرج في هذ الأعمال علما بأنه وهذا للأسف وهذا الخطأ شائع للأغلبية ديالناس كيتسحب لهم من غاربة جمهور واحد وهذا خاطئ احنا في الأصل وطن بمجتمعات مختلفة ومجتمعات لا علاقة لها كيتلاقو في الزنقاء بالطموبيلات وكيتغاوتو كيتتخاصمو كل واحد كيرجع الفقاعة دياله وكيريش فيها احنا مشي مجتمع مونصاهر مع بعضه كل واحد عيش في غيتو دياله هذي التركيبة ديال الوطن وثم تزيد على أنه احنا جمهور متعدد كل مغريبي اليوم فهذا 36 مليون مغربي غريجي عندك وينطارق من ذاته ويقول لك أنا هو المغريب أنا هو المرجع ديال الدوق العام المغربي إلا ما ضحكتش هذا حامض بشكل مطلق ما كيفكرش في التنوع ما كيفكرش في الاختلاف في الرأي لأننا أصلا ما تربيناش على التنوع والاختلاف في الرأي أراء ديالنا مقدسة ودواتنا مقدسة لأننا احنا خير وأمه ما يمكنش تناقشني أنا في كوني مرجعية المقدسة للشيء المغريبي إذا أنا كان عرف بأن المغريب فيه جماهير حينت أنا في اتصال مباشر معهم كنت لقاهم في الزنقة كنت لعب لهم العرود من أورلندو الجنيف الداكار الستات وجدا وأقاديم فين مكانوا كنت لقاهم وأنا أعلام وعلم اليقين أن المغاربة ما كيتشابهوش في الضوق تندنس شافها جمهور قليل ولكن جمهور نوعي كبور كيمثل الضوق القاعدة المشتركة بين جميع الأضواق المغربية يشاهده الطبيب والقاضي وحاري السيارات والشيخ والمتألم والأمي إلى آخره إذا فش كن كن كتب ما كنفكرش منطق منش سيشاهد كنفكر فقط في الإخلاص لوح المعالجة جيدة ضروري ضروري أكن دير لغو سيكلا جناتاً نعود نقرأ دابا ذاك شيري قريته في 18 عام وكن نعود نقرأ ذاك شيري قريته في 30 عام وكن نقرأ وكن نقرأ أشياء جديدة وكن نحاول نتعرف على نطالع على مجالات وآفاق متنوعة والتكوين مستمر داخل الأمل رقم الي قريته في 40 عام من أن نقرأ الأمل على كتابة الإسترسال هذه تكلمت مع الزواملاء عليها الإسترسال ما أحضر ما قريتهSm doing تماما الاسترسال القصة على حلقات وكان سعوبة كبيرة تصوري سعود الحلقات طلبوا لنا أنا وكومان مهدي اللي كنحييه على الأقل شهرين يعني تسعود حلقة طلبوا لنا شهرين من 6 أو 7 شهور اللي كتبنا في هالسلسلة التكوين مستمر وخصنا ديما نغامره ومشي يقول واحد غير متوقع إذن باش نجاوب السؤال ديالك وخايا 5 دقيق ولكن مكلفة جدا مكلفة يعني حتى من ناحية الدخل كبور هو الأقل دخل في أنواع الفنية اللي كنمارس لأنه جد متطلب في المجهود جد متطلب كنديرو نصف سانة في الكتابة بوصل نصف نصف سانة في الكتابة كنظل نحسن لي بهذا الحالة حسن لي من ناحية التجارية أنني ندير تزد الأعمال الدرامية مثلا في 7 أو 6 شهور ولكن أنا عندي الحظ أنني ندير ساقة يعني واحد سلسلة تستمر على سنوات بالنسبة لي هذا الحظ وما خصيش نفرط فيه لسيما أنا عنده جمهور يعد بالملايين الخجل عنده واحد ثمانية في المية دي الممتلين يعني يمكن الناس واحد أحكي لك هذه باش نضحكوا شوية كنت غديل عندي شي عرض في بوستن جاء من موريال وغلعب كبور في بوستن أحكي لك وقال لي كيف هي الخدمة ديالك؟ قلت لي وفاجأني بالسؤال وأنا لا أعرف لماذا؟ لا أعرف شي لماذا؟ دائما في المطارات كان صافر كثيرا في المطارات كان لدي القراسي ملابش مزيئة والهندام ديالي غير محترم كسكة مكمشة وحد جاكة سخونة والحال سخونة ولا بس لبس ماشي هواتك لا أطمئن السرطة لا أطمئن السرطة يعني ذلك اللي يديروني كنترول عشوائي أول حسن فرنسا في أوروبا في أمريكا وقال لي قال لي كيفية جاكة Moore قل لي وما أطمئن السرطة وقل لي وقل لي أنا مهنة وقل لي وقل لي كيف يشوفي وقل لي هو مصوت وقل لي فوقاهي وقل لي أنا وقل لي وقل لي ما معناها قل لي عرفت بأنك لا تتبانيش ولكن أنك نضحك لا تتبانيش لي في حياة الحقيقة. في الهيئة لي وليس كذلك نضحك وبدك يضحك. قلت لي وهذا الشي اللي قلت ليك. أعطيت لك هذه القضية على الخجل وعلى أن المهنة لها لا تعكس بالضرورة المزاج لها. أنا ماشي بيتوتي ولكن عندي أصدقاء ولكن ما عنديش كان قوله دائما ما عنديش دكاء اجتماعي. يعني في التعاملات مع الناس شوية ساج. كنتفاجأ بشي سولوك. ربما ربما هذه المفاجأة هي اللي كتخليني لقوا حد نظرة غير متوقعة على المجتمع. محمد الأستاذ كان قرنا تاريخ الفن كي يقولنا يفو با ساقته دو سيتوني دو لعفي. دائما نقان تفاجأ بالحياة دائما. ربما هذا هو المزاج دي. عندي واحد أحد الصورة دي حسن الفد الصورة اللي هي مرسومة في الإعلام هي في الأصل ديالها من المكونات وجزئيات مغريضة. باش نكون شوف أنا إلا فيه شي عيب رغا نقوله. لأنني لا أخجل من هذا الأمر. إلا فيه شي كبوة رغا نقول عندي كبوات. ولكن إلا عندي شي نواقص مهنية رغا نقولها. كل ما هناك أنه تم الترويج لهذه الصورة. لأن الناس لا يريد أن نستمر معهم في الاشتغال في قنوات. يعني يديروا مقال هنا يديروا كذا. مهم أساليب معروفة. والناس لا يفهمون ما هو التنظيم الإداري والإجرائي والقانوني. يديروا مهنة ديالنا. ويتحبون ما ذلك اللي يتبان في الصورة. النجم. روال اللي عنده شكارة وفيع الفلوس. يخلصون ممتلين وممتلون مش مزيان. ما عارفينش بأن أنا مدير فنين. أنا تنتخلص من نفس المصدر. يتخلصون منه الممتلين. ما عارفهم تشحل كي يخدوهم كي يهمني شهذا الأمر. ثم لما كيكون توطر في البلاتون. ما نصوره كيكون توطر مهني. ماشي شخصي. ما نصوره يزال. من أن يتحدثون من الناس يخدمون معي. بنفس الطرق التي يخدمون. عارفين ذلك الممتلين يقولوني. المخر يقولوني. ماذا يشوف أنت قديم عندك. تبارك الله عليك أنت لا تخافه لك. هذا الشيء تخربك. في الخدمة التي تنكتب. أنا كل حركة عند شخصيات تنكتبوها. تنبحوه في وقت كبير. ماشي باش يجي الممتل ويدير اللي يبغى. يقدر يدير اللي يبغى ويقدر يقترح. ولكن يبقى مخلص للتصور الفني ديال التشخيص التقني يحترم هذا الدقة في الخدمة دياله جميع المتدخلين أنا الوسط مدير فني كيفاشغن دير أنا كنديرتشي على قبل الجمهور وكنت سبع الهضراء على قبله وهو تسبني بعد المرات الجمهور أنا كنديرتشي تنتحكم عن الناس على قبل الجمهور على قبل احترام الضوء ديال الناس ما نخليش الشراكاء اللي خدموا معايا ولي ما مغيش نستمرن معاهم علاش لأننا اتبعتهم غديل الحيط ما نقومش نحتعرمو الجمهور ما نحتعرموش الجمهور هي مشي مسألة شخصية أنا عندي واحد المهمة هو هادك اللي كي يشوفني في هذا كيف شخصي نحتعرمو في العمل ليالي ربما ما كنخليش المتدخلين يديروا اللي يبغاوه وهدي مسألة مشروعية زمان أما قبيح ولكن غوة كنت نضحك فيهم أنا عزيز عليها التنطور في التصوير التنمور في التصوير كل شي كل واحد كان ديليه سميه كل واحد كان ديليه قفشة دياله وكل واحد كان نشد فيه إلى ما الخدمة ممزياناش خستني نقول رأي ممزياناش وهذا قاد هي خلقات ليه مشاكل كتير شي واحد اللي جاي يدير السياحة في الخدمة ما كان قبل عاش منه كتبالي واحد تكتب ليها درتين للعاقة درتين للعاقة أذرتينها دبرا كنت درت صويرة بحركة كان حك تقولي اه حك راس كنت درتين للعاقة أنا ديما كانت عندي للعاقة أنا كنت ديما ميسور أنا كان عندي كنت قرأ في الباكالوريا وتالخدم في الباكالوريا ما بين 80 و83 كانت عندي ألف درهم في الشهر في ذاك الوقت تالخدم يعني عندي استقلال مادي بقي صغير أنا ديما كنت ميسور عمار اللي كان عشت الحيرمانة أنا قلت هاليك ولكن الصورة اللي يصوروا لهم واحد السيد كان كي امورتونيست يعني انتي هازي شكرا انتي هازي دار الفلوس جمعهم كندا الحياة ولكن رأي بها سهل باش تتخاف في الدين ديال باك المغربي اللي صاخت والمفانش ومعارش مزيني أما الخارجين عندي الخارجين مش شي عاجة دو سعات العشرة السنوات في هولندا تنبير غير مصرح جميع الأعمال المصرحية ديالي تقريبا في التسعينات كلهم بدلتهم في هولندا باك نجدك ساعة في سبوك وهذا ويوتيوب وهما هذه الصورة اللي يرسموها بعض الناس غادي كل واحد نجاوبه في الوقت المناسب ديالي في إطار حق الرد في فرنسا تيقول لك انا موجو في دولار تي بوولي انفويي دي ميساج يا بوست كأن البوست على بغيت تسافت رسائل أنا كندير الفن كندير معالجة فنية فهذا الفن اللي كندير في علم الاجتماع في علم النفس في السياسة لأنه أنا مطالب بإنجاز عمل فني ترفيه فيما يخصوني ومشي مئة بالمئة لأنني قدرت أعمال لكانه رد فعل رد فعل ديالقرف تندنس هو رد فعل على تدني ديال الضوء المغربي فيما يخص لإستهلاك ديال كل ما وسب عباساري هو رد فعل وغضب تندنس ستنكري ديكولير غضب مصوب فوقها بشخصيات أنا الدور ديالي في مثلا من كندير كبور هو الترفيه ولكن مش الترفيه والترفيه في شوية ديال ديال ديالسئلة كنترح أسئلة هذا الدور ديال الفنان لأنه شنه الدور ديالفنان توحد من يحدد للفنان أشنه هو الدور دياله فنان هو لك يحدد بنفسه وإن كان آدات ديال المجتمع فالمجتمع يزكي على أساس أنه يكون حر في اختياراته لأن أساس الإبداع هي الحرية والتلقائية نحن نزكيك بأن تنتج فنان بيننا هذه وظيفة الفنان وأن تكون حرا وتلقائيا وأن تحرجانا بأسئلتك وأن تمتعنا وأن تربينا وأن تعبر عن معاناتنا وأن تكون في صلبنا وأن تكون الفنان يزكى من طرف المجتمع يعني يعني لا يريد أن يكون شيء واحد على رأسه لا تقدر تشد شيء فنان تدير الحبس تدخله ولكن لا تحيد الفن من المجتمع لأن الفن هو جزء من إنسانية الإنسان أحببنا أمكارينا أردك شيء لدارة الكنيسة الفنان في العصر الوسط لا يمكن أرحل قوم في الساحات العمومية هل منعوا استمرار الفن في المجتمع الغربي لم يمنعه فش أنا كان بغين تقول رسائل نهضر على السياسة نهضر على لا أولا أنا من يجي ندير الفكاه لقيت السياسة ديموذات بزيز باز كانوا الله دازو يعني ودارو وما تتواحد ما غير يدير يدير الفكاه السخرية السياسية حسن من بزيز من ليجي أنا جيت من المصرح أنا دائما أقول أنا دسته فكاهيا أنا مصرح ليشتغلوا على الفكاه من ليجيت أنا كان شوية ديموذي كان خصني نجي واحد تنوع متأثر بالمدراسة الفرنسية في الفكاه والأصول دي الفكاه المغربية تقليدية لا أنا عندي ما كان تمي ما عمرت تعرض علي كان واحد محاولات الاستقطاب وكذا ولكن كان ما ولكن عندي تعاطف ما عليها صار هذا إلى حدود الآن أنا يعني خصوصا الحزب ديال حزب التقدم الاشتراكية يعني مشي مشي الأشخاص أنا كيعجبني اليسار كإديولوجيا إديولوجيا ترعى وتضع في صلبي نضالها الكرامة ديال الطبقات الشعبية وديال الناس الموساطة وهذا أنا كيعجبني وشفتها عند شفتها في فرنسا عند زعاماء سياسيين شفت في أمريكا اللاتينية زعاماء سياسيين كيفاش والتاني كان واحد ارتباط قديم من اللي كانت غير كان عندنا كانوا عندنا أطر ديال هذي الحزب قررتني واحد الأستاذ كانت إطار يعني نموذج نموذج الأستاذ لنموذج الإنسان لنموذج المناظلة كان عندي واحد أستاذ ديال رياضة كي قررنا ريكبي غير في إطار واحد النادي ودائما الصورة ديال اليساري كانت عندي مليكن صغير واحد إنسان متألم كيس لبق محترم وعنده عنده مواقف نبيلة وجاد ما كان مغيش تطرف جميع الإيديولوجيات ولكن جوابنا سؤالك ما كانت تعميش تشي حزب هذا لي من أنه واحد نهار مقدر نتعمي الحزب ولا شي عشرة إنما حاليا ما كان هذا الضرور فرق ديال الأجيال هو اللي كان في جميع السياقات وجميع المهن وجميع كان فرق ما بين الأجيال أنا اللي عشته وعشت مع الرواد وشفت السخاء ديالهم والاحتضان ديالهم والعطف ديالهم والرعاية هذا شي اللي شفته وهذا شي اللي كان دير أنا لأن كن ديره بشكل تلقائي لأن هو هذا شي اللي علموني وإذا باك نخدم مع الجيل الحالي ومسألة كنعتبرها ميزة أنك تكون تتعيش واحد تلاتة ديال الأجيال ديال الفنانة أنا كنت تذكر دائما أنني محظوظ وامتياز كبير عالي أنني متلت مع الحاج العربي الدغمي الله رحمه وقلت حدا ومتلت معها في الخشب وهضرت معها وضحك معي وحد عظيم ذلك الرواد كله ذلك الجيل عظيم عظيم كبرنا معهم وعطونا قيام جميلة وحد أريحية ما تستدش عليك هل هو كيفاش دير هل هو النموذج ديال الفنان الاتزان وحد الرقي وحد النبل عظيم عظيم هو كبر حاضر دائما يعني أنا ما يعني ما كان شورش حاضر في البرنامج نشتغل على دراما الآن نشتغل على الدراما وغنرجع للكتابة ديال فيلم كندي توكل لي الكتابة السيناريو حصل على الدعم في كندا باش نكتبوه السيناريو وكذا بقعطوني الفكرة باش نكتبها وباش نلعب الدور الرئيسي بديت قبل من نكتب كبور على الجزء الأخير وده بغل نرجع إن شاء الله نشتغل عليه لا خطأ فادح سيكون خطأ فادح جدا كبور تشاهد الملايين في المباشر وكلامتي تتقال وتكبر وربما مو منهج ديال باركة من كبور وعلاش أستيطن باركة ونحن نجحة نرى الناس نجيون باركة ومنها باركة من كبور لماذا يقول باركة من كبور وبركة من كبور وما تتفرج فيه لا يحمق أو مالك باركة من كبور وليس بحل لك شبكية الرندان باركة من كبور يا سيدي باركة من كبور تفرج حواج خراب دعي الناس يتفرج وفي كبور وما بقيت عنده الوالدة لي 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 أجنبية ولي لي عندها جنسية أمريكية ومغربية لكن لي أجنبية لأن أجنبية كيف تقفتها أجنبية ولكن لي 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 بالصحب وكن نسمع بحال هذه ولي لي بالصحب أخوتي أيضا أمريكيين أجنسية أخوتي فيهم فيهم بشي ربعة ولا خمسة دلجيسيات بشي غير الشاتات أنا مغريبي أنا مغريبي أنا مغريبي لا هما حين كينا الهجرة كينا في الأسرة بحال الأسرة مغربية إقامة هنا وهنا والهجرة هنا وهنا كده كنظر كينا تشي في الأسر زال الأسر مغربية عادي عادي جدا كندا أمريكا روسيا فرنسا مغريبي أجنسيات أجنسيات أبنائك أمام أسر أجنسيات 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 الزوجة تتفكر في كل شي وتتناقش كل شي وتتقرر في كل شي وأنا ما عنديش معنى ذاك المرأة الخانوعة أنا تزوج المرأة عندها شخصية قوية جدا جدا هي اللي قررت في الزواج ديالنا لأنني كان عمم الأهمية ديال قوة ديال الشخصية ديال المرأة هي 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 كي تهز أما ديال وراج اللي يبغى ما عنديش داكش جميع الأشياء اللي درنا في حياة ديالنا كلها اختيار ديال الخط الترباوي ديال الداري اختيار ديال المدارس اللي مش يوليهم الولاد اختيار ديال مكان العام شكون يخدمش شكون ما يخدمش فهمتي شي كله كنقرر فيه يقدروا نتفاهمه يقدروا نتعرفه الشي صحي أننا نتعرفه سالة ديالهم كلما هناك أن الدرانيم اللي كانوا صغار ما كانش عندي الإذن باش نحطهم في تحت الأضواء ونبيينهم ولكن اللي بغيبان دابا هايطل ما دام دوي معاها من نكليها منزي سوليها اللي بغيتي لابغت جاوبك أنا منزي ذكري خير والإحسان كين شو حالاتهم من الفنية وليل ذاتك آه كين دير وكل شي كل شي هو امتداد الأسرة ديالي أصلا يعني كل شي عندهم ويارس فنية آه الأبناء ديالي كلهم درسوا آه باش تكون عندهم أشي باش يكونوا فنانة الغرض من دراسة الفن ولا المصراح ولا الموسيقى هو تطوير آه الضوق المرهف والحس المرهف والتنمية ديال الشخص آه فهمتي لأن دلالي صغار من كيقرأ ومصراح في تعلم يعزف على ذاته على الأحاسيس دياله يتعلم يأخذ الكلمة في العموم يتعلم قيم ديال الإبداع المشترك جوش جوش لا مهدي ومريب فين كييرتاح نفسيا أكتر حس الفد كندا المغرب هولندا آه هولندا عظيمة هولندا دوست فيها واحد تقريبا عشر سنوات ديال الاشتغال آه وأعكل مدام أبغاتش تستقر فيها مرة أخرى أقدر اللي بغاية شوفي آه 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 ولكن شوف التفضيل ديالي دابة دياله السن ماشي هو ديال 30 عام وديال 40 عام دابانا ما نكرهش مدينة صغيرة مغربية نستقر فيها ما نكرهش شكون هو الفنان الكوميدي رقم واحد في المغرب حسن الفد ولا الفد حسن باركة 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 هذا كانت ظلنق أنا فهد الشي تنحشن لا لا شوف والله العادي بدون زيما بدون أنا أنا ساهم في تكوين ديالي حتى الفوكاهيين ديال الجيل ديالي حتى الفوكاهيين حتى ساعد ناصري حنا الفاضيلي مهم أنك تتموقع بالنسبة الوحد أساس فني موجود واحد الساحة فنية نرجيز واحد الساحة فنية فوكاهية موجودة كلهم أوائل كل واحد أعلمني شي حاجة ربما بشكل غير مباشر لا هذه حقيقة والله هذه ليست دماغوجية والله لا هذه بالصح حقيقة الى عندك عمد جديد وطلب منك اختيار اسم واحد من بين هذه الأسماء للمشاركة معك فيه شكنت تختار جد المالح باسو طاليس نار يا لك أستيك هنديرهم في شي كاميو هذا فهمتي كاميو غيدووز الحشيش من سيدي ايه غيدو في شي فلوكا باش تدي الجزر الكاناري وكيش دهم ثلاثة هل تفرق فيهم ثلاثة وطاليس وليس صيغ ما عنده شك بيرمي وقد دار راسو زماء مازيغي تهدر بش لحبتي عرش العربية وباس سوتي يقول لي ما نرى أنا مغني ديال جاز فانتي عشد دين هدو راهينا عندهم ايه بسيناريو عطي جميع هدو لا اسم واحد اسم واحد لا ما كانش اسم واحد ايه 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 كل واحد عنده فكرة ممكنش عندي واحد كين فيلم ما يقدر تديره غير مع طاليس ممكنش في الكاستينج ممكنش تقول هالدور يقدر يلعبو هذا يلعبو هذا يلعبو هالدور مبتيل و هالدور مبتيل مبتيل هالدور هذا العلم نبقش تقول لي ايه شي ديال القارن هذا ما انا كنحيي جميع جماعير سوى اللي كيتفرج ولا اللي كنتاقد ولا اللي كنحييهم كاملين وكنحترمهم كاملين انا بالعكس اللي كنتاقد الناس لانتا عرف بان ثقف ثقف الانتظارات مني عالي عالي جدا انا عاودت قلتها الواحد زميل ديالك في استجواب انو ما كتطلبوش مني نكون جيد كتطلبوش مني يكون جيد جدا وهذه مسألة تشرفوني ولا يقارنوني إلا بأعمالي وش عمرك شتيش في النانت يقولوا لي هذا حسن اللي كان من هذا دائما في إطار الأعمال ديالك انا من السبالي ما كينشي شارف كبر من هذا وودي آلن كي قارنوه بودي آلن يقولك جوبخفير غادلو فيلم جوبخفير غادلو فيلم جوبخفير غادلو فيلم اخر جهت أنا حاضي والكي ستخلل لي آآ